السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطلبات الصف الخامس أهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة العلوم الوحدة الثانية حرقة الجسيمات المفهوم الثالث مقارنة التغييرات في المادة هندرس مع بعض الدرس الرابع تابعوني على قناتكم قناة مصر للتعليم الالتداء مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ مع بعض الشرح نشاط رقم 10 البحث العلمي خلط المواد وحساب ايه؟ وحساب الكتلة احنا هنا ان شاء الله هنعمل تجربتين التجربة الاولى اللي هي خلط المواد الصلبة وخلط المواد السائلة وخلط المواد الصلبة مع السائلة البحث العلمي خلط المواد وحساب ايه؟ الكتلة المخلط موجودة حولنا في كل مكان زي المخلوط السكري مثلا محلول السكري اللي هو سكر وايه وماء وزي برضو المحلول الملحي اللي هو ايه؟ الملح وايه والماء المخلوط بيتكون من خلط مادتين او اكتر زي ما احنا خدناه في الدرس السابق الهدف من التجربة دراسة ما يحدث لكتلة المواد عند خلط المواد ايه؟ مع بعضها يعني كتلة المواد بتكون سابتة ولا بتكون متغيرة لما ايجا اخلط مادة مع مادة هل الكتلة بتكون سابتة ولا بتتغير؟ ده المقصود من التجربة او الهدف من ايه؟ من التجربة السؤال هنا كيف هيؤثر الخلط بين المواد في كتلة الخليط؟ يعني انا لما انا اخلط اخلط مادتين مع بعض مادة واخلط ايه؟ مادة تاني المادتين اللي مع بعضيهم اللي انا باخلطهم دول هل الخلط بيأثر على كتلة المادتين؟ طب ايه هي النتيجة اللي تتوقع الوصول اليها في هذه او في هذا البحث؟ طيب صف الخطة التي ستستخدمها لدراسة السؤال وتحليل ايه؟ فرضا زي ما احنا بنقول احنا نعمل عدة تجارب تلتة تجارب ان شاء الله تجربة الاولى خلط المواد الصلبة تجربة التانية خلط المواد السائلة التجربة التالتة خلط المواد السائلة مع ايه؟ مع الصلبة وهنشوف هل الكتلة بتختلف هل بيؤثر الخلط على الكتلة نفسها بتاع المواد؟ ولا لأ المواد اللي احنا نستخدمها اكياس بلاستيكية قابلة للغلق يعني نقدر نكفلها قفزات لليد ميزان رقمي ملاعق أطباق مسحوق زورة بيكربونات سوديوم عصير الليمون وايه وماء كل دي احنا نحتاجها في ايه؟ في هذه التجارب درس سهل ما فوجش اي مشاكل خالص طبعا الجزء الاول اللي هو خلط المواد ايه؟ الصلبة احنا هنستخدم ملعقة لوضع كمية من مسحوق الزورة ده مسحوق ايه؟ مسحوق الزورة في طبق وملاقة اخرى هنضع بيكربونات السوديوم في طبق ايه؟ في طبق اخر طبعا احنا هنا هنضبط الميزان الرقمي ده على صفر جرام زيرو جرام وهنعين كتلة بيكربونات السوديوم هنا مثلا وليكن واحد جرام نفس الكلام برضو هنضبط برضو الميزان الرقم على صفر وهنعين هنا واحد جرام مسحوق ايه؟ الزورة زي ما احنا شايفين في الصورة كمان هضبط الميزان على صفر برضو على زيرو تمام؟ واحسب كتلة الكيس البلاستيكي هيطلع قد ايه؟ نص جرام هعمل اضافة مسحوق الزورة وبكربونات السوديوم الى الكيس البلاستيكي احطهم هنا كده تمام؟ بعد كده اهو اغلقه كويس يعني حطته في الكيس اهو بعد كده اهلقته وهفرق المادتين الصلبتين داخل الكيس لان بكربونات السوديوم ده صلبة ومسحوق الزورة ده ايه؟ صلبة وهرقهم تمام كده افرقهم يعني داخل الكيس البلاستيكي من الخارج بايه؟ بايدي زي ما احنا شايفين فيه في الصورة واسجله ملاحظات طبعا باستخدام الميزان هحسب طبعا هنا ده صفر اهو تمام؟ هحسب كتلة الكيس البلاستيكي اللي يحتوي على مسحوق الزورة وبكربونات السوديوم واسجلها هلاقي هلاقي ان بكربونات السوديوم ومسحوق الزورة والكيس كتلتهم كام؟ كتلتهم اتنين جرام ونص الجزء الثاني من التجربة او التجربة التانية هنعمل ايه؟ خلط الموايد السائلة احنا هنجيب كمية من الماء في طبق زي ما احنا شايفين هنا ده ماء وده عصير ايه؟ عصير ليمون وكمية من عصير الليمون في طبق ايه اخر؟ يعني نحط ماء هنا وعصير ليمون هنا هود هنضبط الميزان الرقمي على زيرو صفر ثم عين كتلة الماء عند واحد جرام يبقى الماء هنا ده كم جرام؟ جرام واحد هنعمل برضو ضبط الميزان الرقمي على زي على صفر واعين كتلة عصير الليمون عند واحد ايه؟ واحد جرام يعني عصير الليمون واحد جرام والماء ده واحد ايه؟ واحد جرام هنعمل على اضافة الماء وعصير الليمون الى الكيس البلاستيكي هنحط هنحطهم هنا تمام؟ ده الماء وده عصير الليمون واغلق الكيس زي ما احنا شايفين وهرج الكيس هعمل عملية ايه؟ رجل ايه؟ للكيس تمام؟ المادتين يعني السعالتين داخل الكيس البلاستيكي بايدي وهسجل الملاحظات باستخدام الميزان احسب او احسب كتلة الكيس البلاستيكي الذي يحتوي على الماء وعصير الليمون وسجلهم طبعا هنا هو ده صفر هنا هو اه 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 اتنين جرام وايه ونص الجزء التالت او التجربة التالتة اللي هي خلط المواد الصلبة مع المواد ايه؟ السائلة طبعا هنا هو هضع كمية من مسحوق الزرق في طبق ده مسحوق ايه مسحوق زرق وده ماء يبقى ده صلب وده ايه؟ وده سائل ده مسحوق زرق وده ايه؟ ماء هنا هو اضبط الميزان الرقم على صفر احنا ضبطين الميزان الرقم هنا هو صفره تمام؟ ثم عين كتلة الماء عنده واحد جرام يبقى أنا هنا الماء اللي موجود ده ده 1 جرام نفس الكلام هضبط الميزان الرقمي وهأعيق على صفر وأعين كتلة مسحوق الزرع على كام على 1 جرام برضو هضبط الميزان الرقمي على كراءة صفر وأعمل إيه؟ ثم أحسب كتلة الكيس هلاقيه هي نصف جرام هعمل على إيه؟ إضافة الماء ومسحوق الزرع إلى الكيس البلاستيكي وأغلق الكيس يعني أحط الماء هم وحطينا إيه؟ مسحوق الزرع وأغلق الكيس وأعمل إيه؟ وأفرق المادتين الصلبة والسائلة داخل الكيس من الخارج وأعمل أفرقهم بإيدي تمام؟ طبعا بإستخدام الميزان أحسب كتلة الكيس البلاستيكي اللي بيحتوى على إيه؟ مسحوق الزرع والماء هلاقيهم كام برضو هلاقيهم إيه؟ 2 جرام ونص إحنا المفروض نلاحظ حاجة نلاحظ إن المخلوط الموايد الصلبة اللي هو الزرع بيكربوناتو السوديوم جرام وجرام يعني 2 كيلو جرام مع الكيس أصبح 2.5 جرام طيب الموايد السائلة اللي هو العصير وإيه؟ العصير اللي يمون والماء جرام وجرام 2 كيلو 2 جرام ماشي؟ مع الكيس البلاستيكي 2.5 جرام طيب الموايد الصلبة والموايد السائلة اللي هي الزرع وإيه؟ والماء جرام وجرام 2 إيه؟ 2 جرام طبعا مع الكيس 2.5 جرام يبقى إذن هلاحظ إيه؟ إن كتلة المادة سابتة كتلة المادة إيه؟ سابتة يعني مثلاً الزرع جرام والماء جرام تمام؟ يبقى إذن الزرع ده مادة والماء مادة الكتلة سابتة بصرف النظر عن حالة المادة سواء مادة صلبة أو سائلة أو غازية يبقى كتلة المادة سابتة ده أول نقطة عند خلط مادتين لهم حالات مختلفة يعني مثلاً زي الزرع والماء الزرع صلب والماء سائل فإن مقدار كل كتلتي هما يساوي إجمال كتلة كل مادة على حدة يعني إيه؟ يعني ده جرام وده جرام يبقى الكتلة كام؟ اتنين جرام ماشي؟ قبل خلطهما معاً كتلة المخلوط هي مجموع كتل المواد المكونة لإيه؟ للمخلوط يبقى كتلة المخلوط مجموع يعني إجمع واحد زائد واحد تمام؟ هيدينا كام؟ هيدينا اتنين جرام جرام وجرام اتنين جرام يبقى كتلة المخلوط هي مجموع كتل المواد المكونة اللي كونت المخلوط يعني فكر في النشاط ماذا حدث لخصائص المواد عند خلطها لما احنا خلطنا مادة مع مادة حسب طبيعة المواد ايه اللي حصلها حسب طبيعة المواد اللي تم خلطها فإذا تم خلط مادتين لم تتفاعلها معا يعني مثلا زي ايه ما تفعلش مع بعضهم زي مسحوق الزروة ومسحوق بكربوناتو السوديو دول ما تفعلوش مع بعض تحتفظ في هذه الحالة كل مادة بخصائصها يعني المسحوق الزروة وبكربوناتو السوديو كل مادة محتفظة بخصائصها وإذا تم خلط مادتين تتفاعلان معا زي مثلا ايه زي بكربوناتو السوديو وعصير الليمون هتلاقي طبعا تتغير خصائص كل مادة نتيجة التفاعل لأنه هيحصل تفاعل بين بكربوناتو السوديو وعصير ايه الليمون فبالتالي هتتغير الخصائص بتاع بكربوناتو السوديو وبتاع مين عصير الليمون ماذا لاحظت بخصوص الكتلة قبل وبعد الخلط الكتلة بتظل سابتها كما هي قبل وبعد الخلط يبقى الكتلة ما لها تظل سابتة قبل وبعد الخلط ما الأنماط التي تلاحظها في بياناتك التي جمعتها في هذا النشاط ايه هي الأنماط احنا لو قمنا باختيار مادتين تتفعلان معا ستتغير خصائص كل مادة زي ما قلنا هنا لو احنا جبنا مادتين وتفعلوا مع بعض هتتغير خصائص كل مادة ولكن في كل الحالات لن تتغير كتلة المخلوط يعني كتلة المخلوط سابتة ده كل المقصود من ايه من التجربة إن كتلة المادة سابتة بصرف النظر عن حالة المادة ان كانت سائلة او صلبة او ايه او غزية بكده ننتهى من شرح الدرس الرابع نشاط عشرة الواحدة السنية حركة الجسيمات المفهوم الثالث مقارنت تغيرات في المادة بتمنى عمل سابسكرايب او اشتراط مع تفعيل زر الجرس لكي سيلكم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته